اشتركوا في القناة نهن مطار البحرين الدولي لحصوله على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات العالمي تقديرا لإنجازات الشركة في حماية صحة المسافرين والموظفين وضمان سلامتهم أثناء الجائحة هذه الشهادة جاءت نتيجة التزام شركة مطار البحرين الدولي بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتمثلة في تعقيم مرافق المطار باستمرار وتركيب أجهزة تعقيم الأيدي في جميع أنحاء مبنى المسافرين وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتوفير معدات الوقائية الشخصية مثل الكمامات الطبية والقفازات المسافرين والموظفين على حد سواء حرصا على سلامة المسافرين ومرتادين المطار وبهذه المناسبة نوجه شكنا لأعضاء فريق البحرين من الكوادر العاملة في شركة مطار البحرين وفي جميع المنافذ الرئيسية الأخرى لالتزامهم بمعايير السلامة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع نيل هذه الشهادة من مجلس المطارات العالمي إنجاز آخر يضاف الإنجازات فريق البحرين في مواجهة تحدي الفيروس وفيما يتعلق بالجانب التعليمي نؤكد على أن وزاة الصحة بالتعاون مع وزاة التربية والتعليم تقوم بمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية والفنية وفي إطار هذا التنسيق المستمر تم اكتشاف بعض الإصابات في بعض المدارس الخاصة خلال الفترة الماضية والتي صدر فيها قرار يقضي بتعليق الدراس لمدة عشرة أيام بصورة احترازية ونود أن نطمئنكم بأن لن يعاد فتح المدارس التي تم اكتشاف حالات بها إلا بعد أن تتأكد إداعة الصحة العامة بوزاعة الصحة من عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة